شابت خديسات كيف العادة وكتذكير بالفصل السادس عشر الراوي كان في المستوصف وكان قيل سحدة واحد النفيدة وسمع اغنية بلغة ديال لغو اللي كانت كتغنيها فتاة صغيرة في عمرها خمستاش العام لكن ماقدرش يسمعها بزاف لان الكلمات ديالها وصفهم بموستخيوز كدلالة على ان اي حاجة في بجيساتخ كتفقد الجمال ديالها كتعرفو فصل خمستاش راه فكر او تمنى انه يهرب فهاد الفصل هادا اي الفصل سبعتاش فهو عبارة عن حلم كان غادي تحقق لو انه هرب فغادي لقاو بكترا في هاد النص الكونديسيوني البخيزون وهو وقت لي كي جمع مبيل الفوتور ولا ترمينيزون ديال لامبارفيل واللي كي يعبر على مجموعة ديال الرغبات والاحلام اللي كان غادي يعيشها في الحقيقة لكون داني لكن الى تحقق الشرط ديال الهروب او سي جميبادة او لو كنت هربت كوم جو كوري اتخافير شون شحال كنت غادي نجري عبر الحقول كوم هنا يا ما عندهاش المعنى ديال تشبيه عند المعنى ديال كومبيان وبالتالي ماشي كوم باريزون فهنا علش بالضبط قال اتخافير اللي شون ولا اتخافير شون حيط المنطقة اللي كانت مبنية فيها بسدر فهي محاطة بالغابات والحقول نو ينفدري با كورير لكن ما خاش انني نجري سولا في رو غارده يسبسوني لكن هاتشي كيتطلب انك من كيتطلب منك انك تشاهده مزيان وسبسوني هنا هي يشك ولكن عطتنا المعنى ديال يتأمله يعني دونك هو من يكون الاهرب ومشا بالحقول ما خسوش يجري فهو خسو يلاحظ ويشاهد هاد الحقول ويتأمل فيها وكنت خير بالعكس مارشي لنتمون خاس نمشيه بشوية تتلووي الرأس مرفوع انشانتون وحنا كان غنيو تاشي داوار كلكو فيو ساغو بلو اى دسان غوش ودير مجهود باش تلقى بعض الوزرات والاك نقولو لتابليه شارفين وكان قصدو يكونو ملبوسين ولا مستعملين بزا فهنا عطينا صفة ديال الانسان اللي هي فيو شارع عجوز الشي حاجة اللي هي جامد وبالتالي عدنا انبخسونيفيكاسيون فخسك تدير مجهود باش تلقى هاد اللي ساغو يعني اللي طابليه اللي يكونو زرقين وفيهم رسم بالاحمر سولا ديقز بيا هادشي غادي خليني نتنكب او لا نتخبه حيث هو ورا هارب دونك رسو يلبس شي حاجة باش ما يتعرفش كل بوستانيين ولا كل العمال اللي كيخدمو في الزراعة في النواحي ديال السيزن كي يلبسوهم يعني مني غادي يلبس هاد طابليه هاد اللي ساغو فما غا يتعرفوش عليه جو سي او بخي داركي ينفوري داربر اكوته داماري عارف في النواحي ديال بلدات اركي غابة من الاشجار و بالجانب ديالها مستنقع عماري او اتان او كوليج و اللي فيها و اللي لها في ايام الاعدادي جو فيني اوك مي كامرات بيشة ديقرنوي تولي جودي فاللي لها كنت كنمشي انا و الاصدقاء ديالي باش نصيدو دفادع كل خميس سيلا كجو مكشوري جسكو سوا وهنا فين غادي نتخباح تلاشية و دائما عدنالو كوندوكسيونيل اي هاد الاحداث هاد الاساكسيون كانت غادي توقع لو تحقق الشرط ديال الهوروب اللي عدن في بداية الفصل سي جو مي فادي لانوي طمبي اللي لطاح جو ربخندري ما كورس مني غا يطاح اللي لغادي نكمل الجري ديالي جري اا فانسان غادي نمشي لفانسان ويشتهي بلدا قريبة اللاركي نون لاري فيرمان بما قريبة اللي لانهر ربخنا و هنا عدنا برسو نف güصف الاسيخدم لفعل ممبيشري جري اا هرپا جان ربخ نمشي لارپا جان يلوري ميو ذا لبخنا الخاني دو كته دو سان جرمن اي الاري و هاور اموم باركي لانغلوهر و هناكي هدر معا رسول لحدي عدنا تيري فا قول خاسنين شترق بجاني بسان جرمن و نمشي الاري و نصفر عبرى البحر ولا عبرى الشيسافينا بش نمشي البريطانيا نمبر لا فكرة سخيفة جاريب ألانجمو غادي نوصل لانجمو ألانجمو يأتي بس داراكي غادي دوس يل مهدمون من پاسپور وغادي تلب مني الجواز سفر ديالي جي سي پردو تلفت آه مالهور ريبه حالي مبايس أو مسكين برس دنك دابور لمر إباة دو 3 pieds هرس أولاً ولا هرس بعدها الحائط ودائماً هناك يهدر مع رأسو فهرس الحائط والصور العريض اللي في اللي السمك ديالو ثلاثة ديال الأقدام يعني تقريباً متر في السمك ديالو كي توم بخيزون اللي كي سجن يعني بعدها هرس لنا الحائط عاد حقق هاد الأحلام ديالك الموت الموت وهنا عدنا أنا فوق والمعنى أنه لما فرمنا الموت يعني ما تحققش دك الشرط ديال الإفازيان يعني الهوروب كم جو پنس كي سي بنية تتنفن إسيا بيسدر ومني كنفكر أنني جيتس و أنا صغير لهاد بيسدر وهنا بنت لي شوية ديال لإباربول موبال غالي أنهو مجيش صغير جا شاب كمني كنفكر أنني جيتس و أنا صغير لبيسدر كي نرى البيئر الكبير والحمق وهنا بلية عدنا تشبيه بدون أداة تشبيه أي عدنا ميتا فوق بحيث شبه الساحة بالبيئر فإلا تذكرتو في الفصول السابقة كان كي شوف الساحة من فوق يعني را هكا تبالي بحل بيئر غارق وكتعرفوا أن الساحة هي محاطة بنايات ديال السجن فاعطاها الوصف ديال البئر وبيتالي عدنا ميتا فوق وشبه السجناء بالحمق واعتبرهم هكاك حيث هم كانوا في قمة ديال التعذيب لكنهم فرحانين هذا كي بقرأي شخصي ومرحبا بتعليقتكم إلا كنتوا متعدين معي في هاد الفيگر ديال نتقلو دابل فصل 18 تندون كي جيكريفي توسوسي مني كنت كنكتب هاد الشي كامل مالون بابالي القينديل ديالي والمقصود بالضبط الدو ديال القينديل ضعف يعني ولا خافت لجور يوني صباح جا لغلوش دو لشابة لساني سيزر والساعة ديال الكنيسة صنات السادسة سباحا كيس كي سيلا بي ديخ علش كي ديال هاد الشي لو جيشوتية ديال 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 الحارس ديال الابواب دخل عم ديال الزنزانة ديالي إلا أوتي سا كاسكت حييد القوباعة ديالو ما سلوه و سلم عليا سيتكسكوزي دي مديرانجي واعتادر حيت أنهو زجني إما دماندي و سوولني ونادو سيسان دو سان ميو سارو ديالو هو كي حاول ما في الجهة ديالو أنهو يناعم صوت الخاشين ديالو وهنا عدنا أنتي تنز حيت عدنا أدو سيسان وغيد وما كلمتين متضاداتين دونك فاطلب منو سوكو جو ديزيري أدي جوني وطلب مني شنو باري يناكل وهنا في هذا الجومال عدنا إنوميراسيون يعني مجموعة ديال الأشياء اللي قام بيها الحارس مني يطل ولا مني يدخل عند الو كونداني إن ما بخي أنفخيصون شدتني واحدة رشفة إس كو سوغيبو جوغدوي واش غادي تكون عاد النهار ولاحدو التغيير ديال أزمينة ما بين هذا الفصل الفصل السابقة يعني أن الراوي ما بقاش داير اللي فلاشباك أي لغو تغيير حيث الفصل السابقة كان كي يعتامد بزاف على لطن دوريسي مثلا مثلا لباسي سابق أو لباسي سابق أو لباسي سابق أو لباسي سابق وهنا كاللاحظو عدنا لباسي كومبوزي وهات شي المعنى ديالو أن الأحداث اللي كتوقع كتنتمي لنفس يوم الكتابة ولي هو آخر يوم في حياتي وهنا كي تسأل حيث مجموعة ديالو أحداث غريبة وقعات في هاد اليوم وكي قول ووش غادي تكون لهاد النهار يعني لإعداب ووش غادي تستبق هاد النهار نمشيو لفصل 17 لشابتر 19 سابق ووجودوي غادي تكون هاد النهار لديركتور ديالو لابخيزن لويمين بيان ديالو مراندر بيزيت المدير ديالو سيجن بداتو جايزورني إلما دماند ان كوا يل امتر اغريابل ووتيل وسووني فش يقدر يرديني ويكون نافع ليا ايقسمي لدير كجون نوز با مبلادر ديالو وو سيسي بردوني وعبار على الرغبة ديالو انهو ما تكونش عندي حتشي حاجن تشكى بيها سواء من نول من مود دافين لمعاه وفيقصد دهنال الحررس سيت انفرمي avec انتره de ما سنتي de la façon dont javai passé l'anوي وسووني بكل اهتمام على صحتي وعلى كيف اش دو وز اللي لدي الي ان مكيتان وهو خارج اللي ما ابل موسيو يعني عطاه بزاف ديال الاحترام سي بوغ اجو دوي وهنا تأكد الراوي وقال غادي تكون هاد نهار وكي قصد الاعدام فالاستخدام ديال العبارة في بداية الفصل وفالنهاية ديال كتعبر على اليقين ديال الكون داني فالتكرار ديال ها في الاخير اعطانا الانسيستانس فانا تأكد انه غادي تعدم مياه في المياه هاد نهار باسون وشابتر 20 انك خوا با سو جولي ما كي اعتقدش هاد الحاريس ك جا اعطانا ديال اعطانا ديال سو جولي فهو ما اعتقدش انني عندي علاش نتشك منهم ولا من الحاريس الاقل رتبة منهم الا غيزان عندو الحق سو سو غي مال امو ديال مبل اعطانا هاد تكون بحل انك اقول حشو ما حشو مع ليا انني انتشك ان ان اعطانا اعطانا هما دارو خدمتهم المن بيان غردي هما حرشوني بزاف اي بوي ايزان اتي بولي الاريف ايو ديبار وكانو مقدمين معايا في الوصول ديالي للسيجن بسدر طبعا وفي الرحيل ديالي وهنا عدنا كلمتين متضادتين دونك عدنا انتشك الكلمات هما اعطانا ايو ديبار عدنا انميراسيو في هاد الجمال اللي مسترع لهم ندواج با اتر كنتون ما خاسنش نكون سعيد وهنا كدخل فلان تيفراز سبان جولي هاد الحارس الجيد او او سن سورير بنا مع الدحك ديال العدب واللي التي توح بالتسامح سي بارول كارسون والكلمات ديال الحنون سن نوي كفلات وكي سبيون والعين ديالو اللي كتمدح واللي في نفس الوقت كتجسس ولاحد عدنا بخصوني فيكاسيو في الوصف ديال هاد الجولي خاصتان الكلمات ديال بنا كارسون فلاتي اللي هما الصيفات ديال الانسان والتصرفات ديال الانسان وعطيناهم شي حاجة اللي هي جماد ولا شي حاجة مجردة سي جروس وبيديه الكبيرتين والعريضتين طبيعة الحال فهو كي قصد العكس ما يمكن شي كله جولي تكون عنده هاد الوصاف الملائكية وبالتالي هاد الفقرة عدنا ان انتفخاز يعني كي قل العكس ديال دا كش اللي كيفكر فيه سي لابخيز ان كارن والسي مجسد في هاد الحارس او سي اخرى هاك دير السيجن سي بساتر كي سفة اوم سي بساتر كي سفة اوم و السيجن بساتر صناعة داسها هاد الراجل وهنا عدنا ان personification حيث بساتر كاتبقى جامد ميقدرش يصنعش حاجة كل ما حولي هو عبارة عن سيجن وهنا كي شبه كل ما حولي السيجن و بدون استخدام هذا تشبه يعني عندنا une métaphore جو رتخوف لابخيز سو تت لابخيز و كنلقى السيجن كاتاخد جميع الاشكال سو لابخيز همين كم سو لابخيز و هات السيجن كاتاخد جميع الاشكال كاتاخد شكل إنسان كيف كاتاخد شكل شبك أو مفاتيح و هنا عندنا بوضوح إنكم باستخدام للأدات ديال كم سمير هاد الحائد سي ديال پризون en pierre هو سيجن من حاجة ست بوضوح هاد الباب سي ديال پризون en bois وهي سيجن من خشب سي گيشوتية هاد الحراس سي ديال پризون en شر و نو هو ما سيجن بلحمهم و عدمهم لاحظوا في هاد ثلاثة ديال الجمال عندنا تكرار ديال نفس البنية وبالتالي عندنا پاراليليسم وعدنا أيضا تكرار ديال كلمة ديال بخزون وبالتالي عندنا ريبتيسيون وأيضا عندنا تشبيه بدون أدات تشبيه بحيث كيشبه الحائط بالسجن كيشبه الحراس بالسجن وأيضا الباب بالسجن الشي اللي اعطنا إن ميتافور وهد الأسالي بعطتنا لفيد أمبليفكاسيون أي تأثير ديال تدخيم والمبالغة السجن هي عبارة عن كائن والمخلوق مخيف وهنا عندنا ميتافور حيث تشبيه السجن بالمخلوق المخيف اللي هو كيقصد بالوحش بدون أدات تشبيه كامل كامل غير قابل للتقسيم موتي ميزون نسفه مسكن موتي أوم نسفه جسد وهنا لحظو عندنا ننمير جسوي ساب خوا أنا الفريسة ديالها يعني ديال هات السجن والذيال هاد المخلوق المكوفر تحت الدينوني المنلاس دو سيغوبلي وهات السجن كتضمني بين ريات ديالها أو تانايا ديالها السجن رها رها جمال ميم كش تضم وغان قولو علاش كين هاد الأسلوب المنفرم دون سيم مغاي دو غاني وكت سجني دائما سيجن بين ديالها المكونة من الغرانيط يعني نوع من الحجر مكاد ناس سي سرور د فر وكت شد علي بالأقفال ديالها من حديد ومسر في او سي يو د جوليه وكت ترقبني بعينيها اللي هما عينين ديال الحاريس ولاحظوا في الخمسة ديال هاد الأسطور الكاتيب باقي كيهضر على السجن على أنها وحشو يعطيها مواصفات ديال شيكاين حي وبالتالي عدنا إني ميتافور في لي معا أكملاشن اللي نقولو إنوميغاشن اللي كتدل على مختلف التصرفات اللي كيدرها الوحش اللي هو المقصود به السجن آ ميزيغابل كو vais ديوني كيف اش غادين ولي كيس كي اللي بان فر دي مو شنو غادي دي اللي